شيرين عبدالوهاب بتصدم الجمهور مرة تانية بعد ظهورها في اطلالة مع شاب بوزن زائد طبعا ده لما انتشرت صورة ليها على مواقع التواصل الاجتماعي مع شاب وخصوصا بعد ما اطلت علينا في برنامج الدوم اللي ظهرت فيه من حوالي اسبوعين وكانت خسرت من وزنها بعض الكيلو جرامات طبعا دلوقتي ظهرت مع شاب وتصورت معاه والصورة ده لسباب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وهي بوزن زائد وبتصورها مع شاب الشاب ده محدش يعرف هو مين لكن ظهرت بوزن زائد وده طبعا اللي خلق الجمهور يتساءل ايه سبب في زيارة الوزن ده وخصوصا بعد ما كانت لابسة فستان في اطلالتها الاولى في برنامج الدوم ووصل سعره لخمس تلاف تسعمية ستة وتمانين دولار يعني ما يعادل اربعة وتسعين الف جنيه مصري ينهارا بيض اربعة وتسعين الف جنيه في فستان ده انا تقريبا جبت تشيرت قبل كده بمية وخمسين جنيه امو تلعت تجري ورايا مش موضوع انا مش مهم وفي الاطلالة التانية في برنامج الدوم لبست برضو جاكت وبنطلون حاجة زي النظام بادلة كده بسبعمية سبعة وتسعين يورو يعني ما يعادل اربعتاشر الف جنيه مصري يعني بالصرع النبي كده شاكب راكب زي ما بيقولوا الاطلالتين اللي اطلت بيهم شيرين عبدالوها في برنامج الدوم مكلفينها حوالي مية وتمانية الف يا بلاش طبعا الموضوع ده سبب غضب ناس كتير على السوشال ميديا وخلى الناس تسأل ايه هو السبب في زيارة وزنها وطبعا كان من ضمن التعليقات اللي تم تعليقها على الصورة دي شيرين بتكره الناس فيها انا مش بتكلم على شكلها بتكلم على تصرفاتها اه بتكون زعلانة ومدائقة طبيعي واحنا مقدرين ده ومتعاطفين معها وربنا يبعت لها الافضل بس لازم تحترم الجمهور وتحترم شكلها هي مبهدلة او في نفسها كده ليه وايه شكل اللبس والمكياج اللي بتظهر به وعمالة تدخن ويعني ايه عندها اكتئاب واحدة اتجوزت ومحصلش نصيب واتطلقت متضمرة او مدمرة نفسها ليه دي كانت التعليقات على الصورة بعد منزلتها شيرين عبدالوهاب على حسابها على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ده كان بالنسبة لموضوع حلقتنا النهاردة لزيادة وزن شيرين عبدالوهاب واللي سبب جدل وخلى الناس تتساءل ايه هو سبب زيادة وزنها وفي بعض الناس بتقول بسبب الادوية بتاع الاكتئاب اللي هي بتاخدها بتنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا باشتركه في القناة تزورونا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته